التحفيز والتجيع منهج الإسلامي أصيل والنفس البشرية تحتاج من يشجهه على فعل الخير والتغيير عن سلوكيات سيئة بالترغيب والترهيب والعطاء والمنع والنصوص الشرعية وافرة في التحفيز والتجيع وعلى الخير والطاع والاستكثار منها والمسارع إليها والمسابقة والتنافس فيها كما قال تعالى فاستبقوا الخيرات وقال وفي ذلك فليتنافس المتنافسون والأسرة هي العامل الأساسي في سلوك الطفل ولها دور كبير في اكتشاف الموهبين من الأبناء وتشجيعهم على التميز بتقديم وسائل الرعاية اللازمة لتنمية قدراتهم وإمكانياتهم وفلنحرص على إطلاق الألقاب الشريفة على الأولاد كالأسد والصادق والأمين والعفيفة وبثوا الثقة في نفوزهم ولمشجعهم على البطولة وعلى طلب الإلم وعلى حفظ القرآن وعلى الصدق وعلى الإقبال عن أمر الآخرة لكن لا تحفز أحدا بالثناء عليه إلا بما هو فيه بلا مبالغة فإذا وعدت بعطيه فأوفي بوعدك نسأل الله أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه وأن يستعملنا لطاعته آمين ترجمة نانسي قنقر